تبنت دول العالم اليوم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعي للتحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفورية بما يشمل الفحم والنفط والغاز وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي وقد تم إقرار النص المنبثق عن مفاوضات مطولة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 28 بدبي وذلك بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي 200 دولة حاضرة في الجلسة الختمية للمؤتمر يدعو الاتفاق إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة منظمة ومنصفة وذلك من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ولاعتماد الاتفاق بتعيين أن يحظى بموافقة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إذ كان يمكن الاعتراض بلد واحد أن يحول دون ذلك اشتركوا في القناة